اشتركوا في القناة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مجمع الملكة الحسين للأعمال أهلا وسهلا فيكم متابعي تقص العرب وإليكم الآن النشرة الجوية الرئيسية نهر اليوم الاثنين كانت الأجواء شبه ربيعية في مختلف مناطق المملكة ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية مقارنة بيوم أمس الأحد وطبعا درجات الحرارة أعلى بحدود 5 ل7 درجات مئوية وأكيد إن شاء الله رح تستمر هذه الارتفاعات على درجات الحرارة خلال الأيام القليلة القادمة بإذن الله بدايةً رح نستعرض معاكم صورة للأقمار الاصطناعية الملتقطة لهذا اليوم كما نلاحظ خلو سماء المملكة من أي ويوم رح نستعرض وإياكم خرائط توزيع درجات الحرارة بإذن الله لثلاثة أيام القادمين مثل ما نلاحظ طبعا تدفق كتلة هوائية دافئة بتسيطر على مناطق مختلفة من المملكة يوم الاثنين طبعا تزداد درجات الحرارة حتى يوم الثلاثاء كما نلاحظ يعني درجات حرارة رح تلامس 30 درجة مئوية يوم الأربعة أيضا درجات حرارة مرتفعة وطبعا رح تكون أعلى من معدلاتها السنوية ورح نشوف أجواء شبه صيفية رح نستعرض معاكم درجات الحرارة لهاي الليلة بإذن الله في العاصمة عمان بتلامس 15 درجة مئوية مع أجواء غالبا صافية نسبة الرطوبة 46% وسرعة الرياح معتدلة و21 كم في الساعة رح نستعرض الآن درجات الحرارة المتوقعة بإذن الله لثلاثة أيام القادمين يوم الثلاثاء 29 درجة مئوية مع غبار خفيف في العاصمة عمان بالليل بتنزل لـ 17 درجة مئوية الأربعاء 27 درجة مئوية بالليل بتنزل لـ 16 والخميس 25 درجة مئوية بإذن الله بتنزل بالليل لـ 9 درجات مئوية متابعينا هذا كان كل ما لدينا حتى هذه الساعة تابعونا في نشراتنا القادمة بإذن الله إلى اللقاء النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مجمع الملك الحسين للأعمال اشتركوا في القناة